وعملت هنا بعض الخراطة الذهنية التي تساعدنا إن شاء الله للوصول للفكرة وكيف أنهم وصلوا إلى وضعهم الآن الحوثين السلام عليكم ورحمة الله وهذا عمر ديبان يحييكم فأهلا بكم يقول الله سبحانه وتعالى قل قتال فيه كبير عندما يعتدي شخص على مكة وفي الأشهر الحرم حتى كفار قريش ما عملوا ذلك يعظمون الكفار كفار قريش كانوا يعظمون الأشهر الحرم ومكة هنا تتساءل السؤال المهم لماذا قام الحوثيون بالعشد على مكة ما عقيدتهم وما هي أفكارهم وكيف وصلوا وما قصة المهد المنتظر وقصتهم في التاريخ كيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه دعونا نتعرف على تاريخهم فأهلا بكم تبدأ القصة مع زيد بن علي زين العابدي انتقل إلى اليمن وحاول أن يقوم بثورة ولكنها فشلت ثم أتوه الشيعة وسألوا وقالوا له ما تقول في أبي بكر وعمر فقال لهم أنهم من أفاضل الصحابة وزيري جدي له رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتدحهم وأثناء عليهم فهنا افترقت الشيعة فهو سماهم بالرافضة هو أول من أطلق اسم الرافضة على الشيعة الذين رفضوا أبو بكر وعمر ثم رفضوه فانشقوا عنه وتركوه توفي زيد بن علي زين العابدين عام 122 للهجرة هنا بدأت الفكرة وتأصلت الزيدية بعد ذلك انقسمت إلى ثلاثة أقسام وعملت هنا بعض الخراطة الذينية التي تساعدنا إن شاء الله للوصول للفكرة وكيف أنهم وصلوا إلى وضعهم الآن للحوثيين شوف لاحظ أنتم ماشي مع الطريق خلال التاريخ سوف تجد المحطات الأكثر تطرفا يسلكها طريق الذي يوصل للحوثيين فتجد أن كل ما تفرعوا إلى فرق وكانت فرقة أشد تطرفا فهذه الفرقة هي الفرقة التي ينتمي إليها الحوثيون لاحظ معي التاريخ وامش معي واستقرع التاريخ في البداية عندما انقسمت الزيدية إلى ثلاثة أقسام بقيت فرقة وهي الأكثر تطرفا وهي الفرقة التي تكفر الصحابة وهذه الفرقة هي الفرقة الجارودية توفي مؤسسها عام 150 للهجرة طبعا الجارودية والشعب صفحة عامة عندهم مسألة في غاية الهمية أن نفهمها عشان نفهم كيف يفكرون يرون أن الإمامة هي وحي من الله يعني كيف؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار الإمام وهذا الإمام يجب أن يكون من ذرية علي بنبي طالب الإمامة الشيعة الإمامية الثانية عشرية هؤلاء جعلوا في نسل الحسين أما الزيدية فقد جعلوها في نسل الحسن حتى أنهم يقولون أن الخلافة يجب أن تكون في البطنين يعني أما الحسن أو الحسين ولكن في الغالب الذين حكموا اليمن من الزيدية هم من بطن الحسن فعندهم أن الإمامة تكون بوحي من الله واختيار من الله ويكون قوله هو نفس قول الله سبحانه وتعالى يعني هو يحكم بأمر الله فما يقوله وما يصل من توهم وأفكار أو آراء فإنما هذه ما هي من عنده فإنما هي وحي من الله أو أن الله جعل في هذا الأمر وهذا يعني معنى خطير هذا من نفس معنى النصار الكاثوليك أن البابا أو الرأس الأعلى في الفتكان هو الذي يحكم بأمر الله سبحانه وتعالى فهو يمثل عيسى عليه السلام هم ما يمثل النبي صلى الله عليه وسلم الإمام لا يمثل الله مباشرة فأحكامه اللي يصدرها يعتبرونها وحي من الله وأنه أمر مسلم لا جدال فيه وهذه يعني مكمن الخطر ومكمن الضلال الشديد فالجارودية رأت ذلك وزادت أنها كفرت الصحابة بقية الفرق ما كفر الصحابة بعضهم توقف وبعضهم قالوا أقوال أخرى لكن الجارودية هي التي استمرت في اليمن وهي التي كفرت الصحابة ما انتشرت الجارودية في اليمن ولكن أتى واحد اسمه إبراهيم الجزار إبراهيم طباطبة طبعا كان عنده أو عمه ما كان ينطق القاب بشكل صحيح كان ينطق هطاء فسمي فسموا طباطبة فهذا إبراهيم الجزار اللي هو إبراهيم طباطبة الجزار ليش سميه بالجزار هذا لأنه كان يقتل كل شخص مخالفه انتقل إلى صنعاء وقتل الناس كل منطقة ينزل فيها كان يقتلهم مقتلة كبيرة وكان يبيد الناس فأي شخص لا يرى أنه هو الإمام أو أن الإمام في البطلين كان يقتل مباشر لذلك قتل مقتلة ضخمة في اليمن فنفوه الناس وحاربوه حتى طردوه وما استطاع أن يكون دولة لا في صعدة ولا كذلك في صنعاء وهذا كان عام 198 للهجرة وكان يقول كل مخالف للزيدية فإنه مباح الدم بعد ذلك دخلوا في مسألة جديدة وهو أنه انتقل لهم اللي هو يسمونه الهادوية وهي تنتسب ليحيا ابن الحسين ابن القاس ابن راهيم هذا توفي عام 298 للهجرة هذا هو الذي أسس دولة أو فرقة الهادوية فرقة الهادوية عندما سئلوا عن الصحابة كانوا يتوقفون في تكفير الصحابة ما أفتوا لا بتكفيرهم ولا بإسلامهم ولكنهم توقف هذا الهادوية طبعا الحوثيين ما أخذوا مذهب الهادوية أخذوا مذهب الجارودية اللي كفر الصحابة فهم يعني تركوا هذا معنى الهادوية استمرت تحكم في اليمن قرابة ألف سنة يعني جهات صعدة والأماكن اللي حولها حتى سقطت عام 1962 ميلادي عندما قام الشعب اليمني بالثورة عليهم ويعني سلب الحكم منهم من ضمن الفرقة الهادوية ظهر رجل واسمه عبد الله بن حمزة وهذا كان رجل مبير كان رجل ظالم وقتل في الناس حتى أن فرقة المطرفية خالفوه وقالوا أن الإمامة يجوز أن تكون في البطنين أو غير البطنين الرجل الصالح الأفضل هو الذي يحكم وهو الذي يكون إمام لذلك كفرهم وقتلهم حتى أنه قتل في صنعاء مئة ألف شخص من فرقة الزيدية يعني المطرفية هذه فرقة من فرقة الزيدية ولكنه قتلهم وقتل في الناس بشكل كبير حتى أنه كان يحتقر كل شخص لا ينتمي للحسن أو الحسين فيعتبرهم طبق أقل وقد حصلت بينه وبين نشوان الحميري وهذا اسم مهم نشوان الحميري تذكر حصل بينه وبين عبد الله بن حمزة بعض الأشعار وبعض المساجلات الشعرية نشوان الحميري وهو من أهم الشخصيات التي وقفت في وجه الإمامية والشيعة وتأليه الإمام هذا نشوان الحميري وهو صاحب الموسوعة شمس العلوم ما هو شمس المعارضة شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم وهو معجم عربي في 11 مجلد غيره من الكتب والمؤلفات فهو موسوعة في التاريخ والأدب يعني عالم كبير وكان له شخصية مهمة ومؤثرة توفي عام 573 للهجرة كان يرد على الإمامية وكان يتحدث بشكل كبير حتى أنه يقول ضد تأليه الإمامية لأنه كان عندما يستشهد بالقرآن يأتون له بقول يحيى وهو الإمام حقهم يقول إذا جادلت بالقرآن خصمي أجاب مجادلاً بكلام يحيى فقلت له كلام الله وحي أتجعل قول يحيى عنه وحيى يعني تجعل قول الإمام يحيى عن الوحي وهو كلام الله سبحانه وتعالى وكان يقول دائماً آل النبي كل من اتبعه من المؤمنين فيقول آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي يعني كان دائماً يدافع عن فكرة العزة المسلم وأنه لا يخضع ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى لكن الإمامية جعلوا الإمام هو الإله فكان يرد عليهم دائماً ثم أتى عبد الله بن حمزة هذا الطاغي الذي قتل أهل صنعاء وأفسد في الأرض فرد على نشوان الحميري وفي قصيدته يوضح لك كأنهم شعب يعني دمهم أزرق يختلفون هذا الأصحاب الإمامة عن الناس وفي قصيدته يوضح لك كثير من الأشياء التي ذكرها فيقول في مطلع قصيدته ما قولكم في مؤمن قوام موحد مجتهد صوامي ويقصد نشوان الحميري ثم يقول عنه ثم انبرى يدعو إلى الإمامة لنفسه المؤمنة القوامة وما له أصل إلى آل الحسن ولا آل الحسين المؤتمن أما الذي عند جدود فيه فينزعون لسنه من فيه لسنه يعني لسانه فينزعون لسنه من فيه وييتمون جهرة بنيه إصار حق الغير يدعيه يا قوم ليست در قدرا كالبعر يعني هو يقول أن الإمامة هم درر وبقية الناس مثل البعر البعر مخلفات الحيوانات فحاذروا في قولكم مس سقر حمدا حمدا لمن أيدنا بعصمته واختصنا بفضله ورحمته وصير الأمر لنا برمته من كل من أظهر من بريته سرنا بحكم الواحد المناني نملك أعناق ذو الإيمان ومن عصانا كان في النيران بين يدي فرعون أو هاماني واضح القصيدة يوضح لك أنهم شعب مختارين من الله سبحانه وتعالى ويجب طاعتهم وعبادتهم وما يأمرون به فكأنه من كلام الله سبحانه وتعالى هذه المشكلة الكبيرة في مسألة الإمامية الذين يعتقدون بأن الإمام هو من عند الله لذلك ما يقول هو الحق وهو كلام الله سبحانه وتعالى ثم أتى كتاب علي الكوراني علي الكوراني يتكلم فيه كتاب واسمه عصر الظهور يعني يقول لك متى يظهر الإمام الثاني عشر اللي مختفي له أكثر من ألف سنة فيقول لك متى يظهر من الأشياء التي ذكرها يذكر قال أنه سوف يأتي رجل يحكم اليمن واسمه حسن أو حسين طبعا هو تنبأ من عنده يعني استقرأ التاريخ وحاول يخرج النبوة حتى يحاول أن يظهر اللي هو الإمام الثاني عشر فقال في كتابه عصر الظهور بأنه سوف يخرج رجل اسمه الحسن أو الحسين وهذا الرجل سوف يحكم اليمن ثم هذا يحضر لخروج المهدي أو الإمام الثاني عشر حسب قوله وزعمه طبعا هذا حسين الحوثي اللي مؤسس فرقة للحوثيين تأثر بهذه الفكرة ثم بدأ يطالب طبعا هو درس في إيران في قم عدة أشهر ثم عاد وبينهم خلاف يعني بين الاثنين عشرية والزيدية بينهم خلاف كبير خلاف عقدي وخلاف جميع الخلافات لكنهم اتحدوا مع بعض حتى الآن في اليمن صاروا ينشرون المذهب الاثنين عشرية لمتأثرين بإيران لأنها هي المسيطرة على ذلك فبدأ حسين الحوثي قدم تنازلات كبيرة عقدية إلى آخرهم من الأشياء اللي يعتقدها حتى يدعمونه بالمال فبدأ يؤسس الفرقة الحوثية وبدأوا في نشر أفكارهم حتى أنه في خطبه الناس أثروا بكثيرا فكان يدعي أنه المهدي المنتظر والناس تأثروا به وكانوا يسمونه الرجل الكامل ويسمونه المهدي المنتظر ومجدد الأمة وكثير من المواصفات أكثر من وصفهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فجعلوه رمز والإمام وأنه المهدي المنتظر الذي كانوا ينتظرونه وأنه سوف يخرج الأمة من المعاناة والضعف الذي هي فيه فهذا هي فكرتهم حتى وصلوا للحوثيين وبدأوا ينشرون هذا الفكر ويعيدون فكر الإمامة فكر الإمامة اللي هم الحوثيين الآن هما آتين من الجارودية ثم إبراهيم الجزار ثم عبد الله بن حمزة المبير الذي أهلك الناس الذين يرجعون في الهادوية فكلها فرق متطرفة حتى وصلت إلى الفرق الأخيرة الذين لا يرون للناس غيرهم أنهم لهم فضل أو لهم أحقية في العيش وكأنهم مثل فكرة اليهود أن الرسالة لا تكون إلا في بني إسحاق لذلك تجدهم دائما ما يعتدون على حرمات المسلمين ولا يجعل للمسلم أي قيمة في فكرهم أن الذي لا يؤمن بأنهم هم الأئمة من عند الله سبحانه وتعالى فإنه مباح الدم لذلك يتجاوزون ويعتدون على حرمات المسلمين وعلى دمائهم ويدمرون ويهدمون بيوتهم مثل الهادوية هي أول من هدم بيوت الناس وأحرق مزارعهم يجب على كثير من الناس أن يعرفوا شخصية نشوان الحميري نشوان الحميري هذا الشخصية البطلة التي وقفت في وجه الإمامة التي تدعي الألوهية وأنها فوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا ما أحببنا أن نوضحه من تاريخهم الدموي الذي وصل إلى هذه المرحلة وهم يعيدون التاريخ كما سبق نسأل الله أن يحمي بلاد الحرمين من كيد الكائدين ومن ظلم المعتدين في الختام أدام الله بقاءكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين